السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم عليهادي علي اليوم قررنا نغير الجو ونمتعد عن الفيديوهات التقنية طبعا البرحة سجلت اربع فيديوهات واليوم سجلت اثنين فصار تعب كلش جبير هذه الفيديوهات خزنتها عندي وحتى كل يوم ان ازل فيديو جديد ونبدأ باللعب ونشوف نقدر نوصل للمركز الاول هلا يا شباب طبعا بدأنا باللعب ونشوف نقدر نوصل للمركز الاول او لا يا سلام شوفوا هنا شنو الطريقة اللي استخدمها انو اركز على الدود الكبار واخر مني اركز على الدود الكبار يعني مكن ما اضيع وقت وافتر على الدود الصغار شوف شوف في سوا من حركة شوفوا اللعبة طبعا بسيطة بس انتشرت بشكل رهيب جدا يعني هذه الافكار اللي داما نشوفها موجودة بالالعاب مرات تشوف العاب لها تصميم ولها قصة جدا كبيرة بس ما تشوف نجاح لها العاب مثل هذا النوع تشوف انتشارها بشكل سهل لانه العاب سهلة فكرتها حلوة شباب طبعا بالفترة الاخيرة شوية قبل اسبوع او اكثر رجعت للقناة وصار نشري للفيديوهات بشكل يومي تقريبا الحمد لله صار عندي وقت اقدر انه اسجل فيديوهات ان شاء الله الفترة القادمة راح تكون افضل وانقدر انه نعوض فاللي اريد منكم انه دائما تكتبوا لي اقتراحاتكم وحتى افكاركم او اذا كان عندك انتقاد تحب انه توجه اليه بالعكس اتقبله خصوصا اذا كان انتقاد ايجابي مشكلة التعليقات او مشكلة الرسائل على الفيسبوك متنحل ابدا بس خلي احصر هذا حصرناه فهوائي اشخاص يزعلون من عندي علي ليش مترد علينا بالرسائل يالله اعافي استصرنا 23 على السيرفر اوكي اي شباب فهذه مشكلة الرسائل متنحل ابدا والتعليقات ان شاء الله بل كنت اشوفوا الحل يعني هوائي اشخاص يزعلون علي ليش مترد علينا وتصور المتابعين القدمة بالقناة يعرفون ماكو اي تكبر بالموضوع بس كل ما تكبر القناة كل ما يكون مشتركين اكثر ضغط يزيد عليك لانه ما تقدر تجاوب على كل الاشخاص وذكرت انه اريد اعوض الفيديوهات اريد انه اعوض بالنشر يعني من اريد اريد على الرسال او التعليقات احتاج الى وقت بعد شباب ان شاء الله اكو افكار حتى اطور القناة من خلالها بداية انه اطور الاشياء والمعدات اللي عندي اي شباب صرنا 15 على السيرفر المركز الاول وبدون اي خسارة حصارنا هاي الدودة ولو هي ما تسوي هذول احسن هذول احسن هذول احسن تعال واشخاص طبعا كانوا يراسلون عني ليش ما تنزي فقرة العاب بالقناة تخصص القناة تقني اكو قنوات للالعاب والشباب ممقصرين يعني هواي يوتيوبر عراقي مختص بالالعاب احب الالعاب الستراتيجية الالعاب القتالية بشكل عام من اكثر الالعاب الستراتيجية اللي احبها لعبة جنرال اللي هي تصور كانت سنة الفين وثلاثة الاصدار الاول شي جدا حلو يعني خصوصا من تصمم الخراط انته او تحمل الخراط من الانترنت او احلى شي من تلعبها اونلاين فهذا احنا صرنا المركز الثامن على السيرفر شباب طبعا ممكن يكون مشروع على القناة مالتي او بالاحرى على الموقع راح احتاج الى مجموعة من المدونين فاي شخص يعني عنده حب التدوين ممكن انه اراسني له يعني مثلا هو يكتب تدوينات او يتابع المواقع العالمية فراح يكون مشروع بهذا المجال ان شاء الله انشر عليه منشور في صفحتي على الفيسبوك واوضح صارت الخامس شوي الوضع خطر صار منطقة خنشوفونا دودة ونحصرها خلق بعد نفعل عظيم وهي 2 وهذه الاندودة كلهم نحصرهم حصرنا كم دودة هيا اشتركوا في القناة احنا المركز الرابع ما بقى شي لا اله الا الله حصرنا مجموعة شبيرة من الدود ناوين على المركز الاول وبدون اي خسارة هل الشغلة بس رادلها تركيز بعد رقم واحد ونكون المركز الاول على السيرفر وبدون اي خسارة صرنا المركز الاول وحققنا الشرط مركز الاول وبدون اي خسارة ان شاء الله عجبكم المقطع اذا تحبون مقاطع من هذا النوع اكتبوا لي بالتعليقات وانطوني اقترحاتكم او وجهات نظركم نعني بين فترة وفترة نزل العاب من هذا النوع لانه اكيد تخصص القناة موالعاب تخصصها اتقاني لكن بعض المرات شوية نغير جو وسحنا المركز الاول على السيرفر وصلت الى نهاية هذا الفيديو ان شاء الله عجبكم الفيديو لا تنسون اضغطون على لايك واشترك بالقناة اذا ما كنتم اشترك يلا في امان الله وهي راح نخسر على الموتكم